السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتكم لا حياء في الدين في فيديو جديد في فيديو اليوم سنتكلم عن واقي التراضي أو واقي الذكري بالتراضي الذي يتطلب أربعة أيدي من أجل فتحه أو استعماله وهذا لتجنب الاغتصاب تابعوا معنا في فيديو اليوم سنصبر أغوار التكنولوجيا التي تعني بطرائق ووسائل جديدة تم الوصول إليها من أجل حماية الأفراد ضد الاعتداءات في هذا الصدد تفيد الإحصائيات أن 94% من النساء التي تلواتي تعرضن للاعتداء يختبرن الطراب ما بعد الصدمة وأن واحدة من أصل كل ثلاثة منهن يحاولن إنهاء حياتهن وبينما لا يسعن القول بأن الواقي الذكري سيوقف هذا فإنه يبقى نقطة جيدة للإنطلاق منها على كل حال يتعلق الأمر هنا بشركة توليبان وهي شركة أرجنتينية لصناعة وبيع الألعاب الجنسية التي قامت مؤخرا بإنتاج أول واق تراضي ذكري في العالم وهو عبارة عن واق ذكري معلب داخل علبة تتطلب أربعة أيدي من أجل فتحها لاستعماله ومنه يتطلب هذا التصميم الفريد من شخصين أن يضغطا بالتزامن على أربعة نقاط مميزة على جانب العلبة حتى يتمكن من الوصول إلى محتوها يقول خواكين كامبانس من شركة بيبيديو وهي شركة الإعلانات المسؤولة عن التسويق والترويج لهذا المنتج لطالما تحدث الشركة التوليبو عن المتعة الآمنة لكن أجل هذه الحملة أدركنا أنه يجب علينا التحدث عن أكثر الأمور أهمية في كل علاقة حميمية فالمتعة ممكنة فقط في حالة ما توافق عليها الطرفان واستطردها فإن لم يكن الأمر بالتراضي فهو مرفوض لحد الآن كانت الشركة توزع هذه الواقيات الذكرية من النسخ المحدودة بالمجان على الحانات ومحلات الحفلات في العاصمة الأرجنتينية بوينيس آيرس وقد لاقت إعجابا ومدح كبيرين بين الجمهور الذي استعملها وتقول التوليبو أنها تخطط للبت في بيع المنتج في تاريخ لاحق ظهر واق التراضي الذكري من شركة توليبو بعد أن فشفت منظمة آش أف أرجنتين وهي منظمة تنادي بحقوق المصابين بالإدز أن 14.5% فقط من الرجال الأرجنتينيين يستخدمون الواقيات الذكرية بصفة منتظمة وقال 65% منهم أنهم يستخدمونه أحيانا بينما أفاد 20% منهم بأنهم لم يستخدموا الواقيات الذكرية قطفا في حياتهم وهو أمر صادم بالطبع على الرغم من تفرده غير أن هذا الواقي الذكري بالتراضي ليس الوحيد في فضاء تكنولوجيا الواقيات الذكرية التي ظهرت مؤخرا ففي السنة الفارطة تم اختراع واق ذكري ذاتي التشحيم الذي بإمكانه تحمل الاستعمال القوي ألف ضربة وفي سنة 2016 اخترع ما أطلق عليه اسم ليلوهيكس وهو واق ذكري مع شكل بقرص العسل الذي تم تصميمه للاستمرار في منح بعض الحماية حتى عندما يتلفوا وذلك يأتي مفيدا بحق عندما تستمر في استخدام نفس الواقي الذكري لجهل منك بأنه قد تلف أو تمزق وربما كان أفضل وأضرف اختراع في مجال الواقيات الذكرية التكنولوجية في السنوات الأخيرة من إبداع مجموعة من المراهقين في أكاديمية إسحق نيوتن الإنجليزية في لندن وهما دانيالي علي وشيراق شاه ومعيز نواز الذين نالوا جائزة في مسابق التكنولوجيا المراهقين تين تكنولوجي نظيرا عن اختراعهم هذا الذي يتمثل في واقع ذكري يتغير لونه عندما يحتك بأحد الجراطيم المسببة للأمراض المتناقلة التي توجد في الكلاميديا والهربس والزهري وفيروس الورم الحليمي البشري الـ HPV إلى هنا أحبائنا كنا قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نرجو أن ينال إعجابكم لا تبخلوا علينا بالتعليقات والاشتراكات دمتم في أمان الله وحفظه إلى النقاء